بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة الطلبة سندرس في هذه الوحدة درسنا في الوحدة السابقة تعريف التجزية سندرس في هذه الوحدة تعريف التكامل تعريف مجموع ريما التكاملي درسنا التجزية وقلنا معنا تجزية الفترة A-B إلى فترات جزئية يعني تقسيم الفترة A-B إلى فترات جزئية وأخذنا فيها مابوم طول أطول الفترات الجزئية الآن مجموعة ريمان التكامل عندما كان لدينا دالة y تساوي fx معرفة على فترة a b من a إلى b عندما نقلنا أن ريمان جزأ هذه الفترة إلى فترات الجزئية بواسطة نقاط x1 x2 x2 x3 مثلا إذا قلنا x3 نقاط الآن حتى يسوي ريمان مجموعه التكاملي راح إلى الفترة الأولى إلى الفترة الأولى اللي هي x0 x1 واختار بشكل كيفي نقطة لا على التعيين ولتكن مثلا النقطة هذه سماها w1 كذلك الأمر راح على الفترة الثانية وأخذ نقطة لا على التعيين ولتكن مثلا w2 إلى الفترة الثالثة واختار نقطة لا على التعيين ولتكن مثلا w3 وهكذا إذا كان هناك فترات أخرى الآن من النقطة الأولى أقام عمود فالتقى هذا العمود مع المنحني فحصل على هذا الطول هذا الطول هو عبارة عن ويات ال-W1 أي FW1 الآن راح أنشأ مستطيل قاعدة هذا المستطيل هي الفترة الجزئية X0X1 وارتفاعه هو W1 فحصلنا على هذا المستطيل هو المستطيل الأول عند إذن فالآن ما هي مساحة هذا المستطيل إن مساحة هذا المستطيل حسب ما هو معلوم الطول اللي هو عبارة عن FW ضرب العرض العرض هو عبارة عن المسافة بين X1 إذن هذا هو بين طول الفترة إذن هي القاعدة هذه هي من X0 إلى X1 إن طول الفترة كما وجدنا سابقا هي X1-X0 نفس العملية كررة راح إلى W2 وعمل عمود التقى فحصل على هذه المسافة هي FW2 من هذه سوى مستطيل قاعدته هي الفترة الجزئية X1-X2 الآن ما هي مساحة هذا المستطيل الثاني فوجد إن مساحة المستطيل الثاني هي FW2 بطول الفترة ما هي الفترة؟ الفترة هي X1-X2 طولة هي النهاية المائسة البداية كذلك الأمر من الW3 أقام أيضا عمود التقى فحصل على وياته اللي هي FW3 من الW3 هذا أقام مستطيل قاعدته هي X2-X3 إن مساحة هذا المستطيل هي عبارة عن FW3 اللي هي عبارة عن ضرب العرض العرض هي طول الفترة يعني X3-X2 فحصل على مساحة المستطيل الأول زائد مساحة المستطيل الثاني جمع المساحات إلى بعض البعض فحصل على مجموع هذا المجموع سمه بمجموع ريمن التكاملي فسمه أول حرف من كلمة ريمن هو R للدالة F بالنسبة للتجزئة B إذن هذا هو عرفه لمجموع ريمن التكاملي للدالة F بالنسبة للتجزئة B من الواضح أن المعنى الهندسي المعنى الهندسي لمجموع ريمن هو عبارة عن مجموع مساحات مجموع مساحات المستطيلات التي قاعدة كل منها هو عبارة عن الفترة الجزئية ولتكن مثلا XK نائس 1 XK وطول المستطيل هو العمود F WK وهذا صحيح من أجل K تساوي 1 2 إلى آخرين وحتى لين إذن هكذا أعرف ريمن أو بنى الفكرة الأساسية لمجموعه يمكن الآن أن أعرف مجموعي من التكاملي بالعلاقة السالية فإذا كان عندنا دالة F معرفة على الفترة A B وكانت بتجزئة ما للفترة A B تجزئة كيفية للفترة A B يعرف مجموعي من التكاملي بالنسبة للتجزئة A B بهذه العلاقة حيث دلتا XK هي عبارة عن طول الفترة والWK نقاط اختارها نيما بشكل كيفي طبعا إشارة المجموع هذا لو فكينا المجموع ما هو إلا FW1 بدلتا X1 زائد FW2 بدلتا X2 زائد FW3 بدلتا X3 زائد FWN بدلتا XN حيث كل حد من هذه المجموع هو مساحة مستطيل كل حد من هذه المجموع هذا هو عبارة عن مساحة مستطيل الأول هذا عبارة عن مساحة مستطيل الثانية وهكذا الWK مختارة بشكل كيفي في هذا المجموع الدلتا يرمز إلى طول الفترة طول الفترة الأولى هي الدلتا X1 كما وجدنا بالتجزئة الدلتا X2 طول الفترة الثانية وهكذا هذا هو تعريف ريمان التكاملي تعريف مجموع ريمان التكاملي والسلام عليكم ورحمة الله